السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير رمضان مبارك أتمنى لكم حظا موفقا ربي تقبل من ومنكم إن شاء الله هذه الأعمال اليوم إن شاء الله مع بعض راح نشوفوا التلخيص راح نشوفوا تقنياته خطواته كيفاش نخطوا باش نديروا التلخيص معنا نديروا خطة التلخيص ومبعد كيفاش نقوموا بتنفيذ تلك الخطة اليوم إن شاء الله راح نعرفوا أول شي ما هي خصائص التلخيص وشين هو التلخيص أصلا وما هي خطواته التلخيص تعرفون بأنه إعادة النص بأسلوبك الخاص معناها لازم تتعود النص بأسلوبك الخاص هل تلخيص الشعر كم النثر لا تلخيص الشعر ما هوش كم النثر معناها تلخيص شعر قصة وتلخيص النثر حكاية معناها لازمك تركز معي مليح مليح لأننا راح ننطبقوا مع بعضنا ونعلمكم كيفاش راح نتلخصوا نحاولوا اليوم نديروا نموذجين أو ثلاثة معناها باكالوريا 2018 شعبة العلوم شعبة الأدب وفلسفة وممكن شعبة اللغات إذا كفان الوقت صح شوفوا مع على اليمين في هذا المربع راح نديروا تلخيص الشعر وعلى اليسار راح نديروا تلخيص النثر معناها ركزوا معي مليح مليح في هذا الأمر هنا راح نديروا تلخيص الشعر وهنا راح نديروا تلخيص النثر صلوا على رسول الله إذن الترخيص ما هو هو إعادة سياغة النص بأسلوبك الخاص معناها تعود تسيغ النص بأسلوبك الخاص معناها ما تقول لي لقال الكاتب لقال الشاعر لولو معناها مباشرة أن تبدأ تلخص الشاعر بدأ بشيء معين تبدأ به أنت ثاني تقول لي أستاذ قالوا لنا وأسمعنا وكذا أنا أعتقد في رأيي أنه كل أستاذ يشوف طريقة لي تساعده وتساعد التنميذه أنا في رأيي المحترفين ميدروش هذك الكلام لأنك رايح تقضي على أول خطوة اللي هي الحفاظ على الضمائر لأنك إذا قلت قال الكاتب الضمائر رح تهملهم وبتالي إذا أهملت الضمائر رح توقع في مشكل كبير جدا هنا صح إذن أول خطوة من خطوة التلخيص هي الحفاظ على الضمائر معناها الضمائر أنا يبقى أنا الضمائر أنت يبقى أنت ضمائر نحن ويبقى نحن معنا ما تحاولش تغير الضمائر لأن هذا أمر مهم جدا وخطير وما لازم يعني تتلح له صح الحفاظ على الترتيب الأفكار تكون مرتبة بترتيب معين معناها الشاعر بدأ يذكر في يمجت في طورة الجزائرية وبعد بدا يشتم في الاستعمار وبعد جاء يدعو إلى الاستقلال معناها هذا الترتيب لازم أنت تحافظ عليه وما لازم تبدلون صح تقليص الحجم إلى حوالي الثلث من الحجم الأصلي هذا أمر يعني مهم جدا وأنا آآ أنا أرى أن التقليص رح يكون أوتوماتيكي معناها ما كلا أنت تبدأ تحسب وتبدأ تدير ثلاثين كلمة مع خمسين كلمة وستين كلمة نقسمه على ثلاثة يعني رح توقع في إحراج لأن هذه المادة مادة الأدب العربي أهم خطوة في الخطوات الثلاثة هذه هي لا يشترط تتبع أفكار فكرة فكرة معناها مش لازم في الشعر تبع الأفكار فكرة فكرة ولازم تتعمق فيها ولازم كل فكرة خاصة ولا مش لازم راح تشوف أفكار الهامة فقط أما التلخيص النثر هو ثاني إعادة سياغة النص بأسلوبك الخاص بصح حاجة مهمة جدا لازم نفهم على بعضنا هي أنك صح رح تحافظ على الضمائر معناها الضمائر أنا يبقى أنا وأنت يبقى أنت وهو يبقى هو تحافظ على ترتيب الأفكار وتقلص الحجم إلى ثلاثة من الحجم الأصلي ولكن يشترب تتبع الأفكار فكرة فكرة معناها نفسي يعني لا يشترب تتبع الأفكار فكرة فكرة ولكن في النظر يشترب تتبع الافكار فكرة فكرة وهذا امر مهم جدا معناها فكرة ما لازمش تروح لك معناها ربما الفقرة الواحدة قادرين يكون فيها ثلاث افكار فقرة الواحدة قادرة تكون فيها فكرة واحدة الفقرة فقرتين قادرين يكون فيهم فكرة واحدة وقادرة فقرة تعود لك فيها خمس افكار معناها لازم تكون مركز في هذا الامر وهذا امر مهم جدا ننتقل الى خطوات التلخيص خطوات التلخيص نبدو بتلخيص الشعر مناش راح نركزوا معها اليوم رح نركزوا مع تلخيص النصر اذا نمر مباشرة الى تلخيص النصر تلخيص النصر قراءة النص قراءة جيدة وهذا امر مهم جدا 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 وتلاحظوا بان التلخيص دائما يكون هو السؤال الاخير معنى التلخيص يكون دائما هو اخر سؤال في الموضوع بمعنى انك لازم انت تقرى النص تكون حليت مجموعة من الاسئلة معنى استوعبت النص وفهمته وراح كي تجي للتلخيص راح تجي للسؤال الاخير تحديد اين تبدأ الفقرة واين تنتهي معنى مهم جدا انك تحدد بداية الفقرة ونهايتها معنى وش حال كين عندك فقرة في النص معنى وش حال كين احتمال انها تكون كينة فكرة معنى هذه امور مهمة جدا تحديد الافكار الرئيسية في كل فقرة معنى اذا كانت فقرة فيها مجموعة من الافكار لازم تحددهم ثم استخراج تلك الافكار والتعبير عنها بجمل اذا قدرت انت تخرج تلك الافكار وتعبر عليها بجمل شي جميل جدا إما إذا كنت مكش قادر تخرج جملة مفتاحية معنا أني قلت لك إذا كنت قادر تعبر عليها شي جميل جدا إذا كنت مكش قادر ومكش يعني ناقص شوية في تلخيص راح تهز جملة مفتاحية من كل فقرة من بعد نعبره بها وأهم شي والمهم جدا أننا نحد الأفكار الرئيسية ثم ذيك الأفكار كل فكرة نعبر عليها بجملة إذا ما قدرناش الله غالب هذك اللي كان نجيبه جملة مفتاحية وسلام عليكم ربط تلك الأفكار عن طريق روابط لغوية فركز معايا ربط تلك الأفكار عن طريق روابط لغوية معناها انتهك في البداية وش تدير كي تقرأ النص تخرج أفكار تحطهم تحت بعضهم وبعد الخطوة اللي بعد هذه راح تبدأ تربط في هذه الأفكار راح ترجحها على شكل فقرة وبعد ذلك إعادة قراءة التلخيص ثم حذف الإضافات والإعتماد على الإحالات والنمائة المتصلة أهم خطوة أنك من تحديد أين تبدأ وتنتهي ثم تحديد الأفكار ثم استخراج الأفكار ثم ربط الأفكار ثم إعادة قراءة التلخيص وهذا أمر مهم جدا لأننا ننتقل لنشوف مع بعضنا كيف أشترا ندرتهم أنا شوف أولا أنا النموذج الأول لنشوف النموذج شوف أشتراح تتبع معي مليح تايا تخيل معي راك في الورقة أنت تحت الإجابة كتبت هذه مش ورقة الإجابة ورقة المسودة تحديد الأفكار أنا أولا أفكار فقرة الأولى واش أفكار فيها نعبر على كل فقرة بجملة فقرة الثانية واش من فكرة فيها فقرة الثالثة الرابعة الخامسة نشوف كل فقرة نهز منها جملة إذا قدرت نعبر عليها شي جميل جدا وشي ممتاز ورح تدي العلامة الكاملة إذا ما قدرتش نعبر عليها نهز جملة مفتاحية هذا كله كان هذا بالنسبة لي ما يعرفش ثم كنكمل نحط الأفكار قدامي هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة ننتقل إلى الربط والتلخيص معنا هذه الأفكار اللي راني درتها هنا يا راح نلخصها هنا يا متفاهمين؟ جيد جدا صح نروح لقراءة النص نص هذا باكالوريا 2018 شعبة الأدب والفلسفات قال البشير الإبراهيمي إن الأديب إنما يكون أديبا بحق حين يكون أمين القلمي صادق البياني ينقل إحساسه نص يحكي على الأديب إذن هذا نص يحكي على الأدب إذن هذا نص نقدي بمعنى السيد راح يحكي على الأديب أول حاجة لازن فهمها الضمير يحكي عليه الضمير الخائب ممتاز الأديب إنما يكون أديبا بحق حين يكون أمين القلمي صادق البياني ينقل إحساسه إلى قارئه في عمق وسيد وش حبي يقول؟ حبي يقول إن هذه الجملة اللي راح في المربع الأحمر أو هذا السطر راح يقول بالليل أديب إذا كان أديب صادق هو اللي ينقل المشاعر تاعه الصادقة معنا ما يكذبش هذاك الأديب تعصح هو اللي ينقل المشاعر تاعه الصادقة فلغة الأدب هي الترجمان الأمين للعواطف واللسان المبين ها ندخلنا في فكرة جديدة ركز معايا شوف هاي فقرة فيها فكرتين الأديب الحقيقي هو الذي ينقل أفكاره بصدق واللغة الأدب هي الترجمان صح ويفصح عنها ألمها والأديب لا يعرف الإقليمية ولا الحدود مدام صادقا في التعبير عن حاجات قارئه نبي عن أنبيئتهم معنا الأديب ها نايم مشكلة ها ندخلنا في مشكلة معنا الفقرة هذه فيها أفكار كثيرة الضربة الأولى وجغن شوفوا هنا في هذا التي تظهر باللون الأحمر المربع هذا الأديب إنما يكون أديبا بحق الأديب أديب تاع الصح إذا كان صادق مع القارئين علاش لأن لغة الأدب هي الترجمان هذه الزوجة هاي ظاهرة في مربع المربع الثالث والأديب لا يعرف الحدود الأدب تاعه لازم يكون أدب للناس كامل مهوش لمجموعة معينة ماذا مسادقا في التعبير عن حاجات قارئه نابعا عن بيئتهم تتمثل فيها قصائصه الإنسانية ولا تنكسر أمواجه عند خطوط الوهم الجغرافي معنى حدد الجغرافية لا تحده أو رسوم الحد السياسي فالأدب كالنسيم يحمل هذه التشبيه وانت لقى تشبيه نحو ما تخزرش قاح خلاص تشبيه ما نخزرش إنه كالنسيم كانه صح الله يبارك نروحوا للفقرة الأولى وجدرنا فقرة الأولى وش فيها الأديب وش قلنا ضرب الأولى وجقنا الأديب هسنا نرجعوهنا للنص الأديب إن هذي رح حين نعبره عليها هذي هدرنا عليها ضمن الغائب الأديب الحق هو الأديب السادق المشاعر صح كملنا الفكرة وش قلنا هنا الأديب بتاع الصح هو الأديب السادق ننتقلوا للفكرة اللي بعدها ولغة الأدب هي الترجمان الأمين اللي رح تشوفوا فيها المربح هذه خلاجاتها ويفسحوا عن آمالها كذا حتى ننفاصلة هذي حتى ننفاصلة هذي هذي صافي هذي هذي تشوفها صح لغة الأدب لغة الأدب الترجمان عن عواضف الشعوب ولا لغة الأدب تترجم عواضف الشعوب صح ما لناش سندرهم خط واحد صح الفكرة الثالثة اللي قلنا والأديب لا يعرف الإقليمية والحدود ماداما صادقا في التعبير كذا كذا صح الأديب لا يعرف الحدود ماداما صادقا هنا الفقرة الأولى كمناها بثلاثة أفكار أساسية مهمة جدا لازم ندروها بتلخيص تعنا وأنا قلت لكم بأن التلخيص النظر ما هوش كما تلخيص أشانا ننتقل إلى الفقرة الثانية إنه ينطلق أبدا ويسعد الناس بشذاه ولا يبنى هنا هذا اللي ينطلق الأديب ينطلق دائما ويسعد الناس بشذاه معنى يسعد الناس زاهيهم ولا يبالون من أي روض نشر ولا أي سبيل عبر ماداموا يعرفون فيه قال لك الناس ما يهمهمش طريقة الكتابة تعوما دامهم رهم زاهيين لا يبالون شكون الناس من أي روض عبر ولا من أي سبيل النشأ ماداموا يعرفون في عطره أشداء روضهم ويحسون في طياره فوران إحساسهم ويرون في أنفسهم جدين أو هازلين ضاحكين أو وجمين فنحن نسعدوا بالعمل الأدبي كما نحسدوا أنفسنا شوف فنحن نسعدوا هنا السيد هاو وش رح يدير هنا يا ضاحكين ويسعدوا الناس هنا وش رح يدير فنحن نسعدوا بالعمل الأدبي كما وش قلنا كما كاو كما ولأن نحو هاد طول معنا ما تكسرش رازك وينتلقى كما ومثلا وكذا نحة مباشرة والتوضيح هذا فنحن إننا هذا التوضيحات نحة مباشرة بمعنى الفكرة هذه فكرة هذه وش حبي يقول الأديب ينطلق أبدا والناس يسعدون به مداموا يحسون بما يريدنا إحساس به معناها الفكرة الثانية الأديب ينطلق أبدا يسعد الناس وهم صح وش قال لك هنا الأديب يسعد الناس وهم لا يبالون بنوعية الأدب مدام يسعدهم ذلك صح إذن الأديب يسعد الناس به بأدبه الناس لا يبالون بنوعية الأدب مدام يسعدهم هذا هو الصح معناها أجلنا عدنا فكرتين إنه ينطلق أبدا ويسعد الناس هذه فكرة الأولى ولا يبالون من أي روض نشر ولا أي سبيل عبر مدام يعرفون في عطره أشداء روضهم ويحسون في طياره فوران إحساسهم معناه مدام يتوشيلهم المشاعر من يهمهمش وشكون هذا الأديب ولا هوش يحوس يهمهم أنه السيد هذا راه يمثلهم في المشاعر إذن بما دام يلمسوا مشاعرهم ولا يحركوا ندروا يحركوا خير ويحركوا مشاعرهم مشاعر هالله يبرك هان يدرك هنا نحاول نبدلها من خط باش ما يتعبني وش من بعد صح ننتقل إلى الفقرة الثالثة من أجل ذلك نهتز له راكم تلاحظوا معي نعود نرجع راكم تلاحظوا معي بللي هنا استعملت الضمير هو نستعملت ضميرهم لأنهم الناس طريبي نرجو من أجل ذلك نهتز له ونحس دبيب الإعجاب في أعماقنا بالأثار الأدبي الذي يصور لنا أمنا مرجونا من أجل ذلك أنه الأديب يمثلنا المشاعر على جهل هذا الشيء نحس بالإعجاب معناه أنت كنت تتفرج فيلم على أدب لتفرج مسرحية تقرأ قصة وتحرك لك المشاعر تعجبك خلاص مهم عجباتك وحركتك المشاعر من أجل ذلك نهتز له ونحس دبيب الإعجاب معناه أن نحس بالإعجاب لكن تلاحظوا بالنص في ألفاظ صعبة جدا لأن الإبراهيمي يعتمد على الألفاظ الصعبة وهذه مدرسة الصنع اللفظية معناها الصنع اللفظية التصنع في الألباظ معناها يستعمل شوية ألفاظ صعبة نوعا ما أو جانبا أو صفحة من ماضينا نتشوف نعوده من أجل ذلك نهتز له ونحس دبيب الإعجاب في أعماقنا بالأثر الأدبي معنا بالأدب الذي يصور لنا أمنا مرجوا أو جانبا من حضارتنا أو صفحة من ماضينا أو مجالينا لأنه كذا كذا فالأدب هو خلاصة كذا كذا إذن الفكرة الأساسية أ bi 즐قفت أفكار من أجل ذلك نحس بالأدب ومن بعد هنا فالأدب هو خلاصة التجارب الإنسانية والثقافة البشرية سوف يكون الفكرة الأولى التي ستظهر في المربع من أجل ذلك نهتز إذا أعجبنا الأدب فإننا نهتز لذلك الفكرة الثانية الأدب هو خلاصة التجارب الإنسانية هذه الو blush بالنسبة من هذه الفكرة وفيها فكرتين متفاهمين؟ نرجع هنا الفكرة الأولى نحن نهتز نحن نسعد بالأدب الذي يحرك مشاعرنا أو يصور يصور جزءا من حياتنا فكرة الثانية الأدب هو عصارة التجارب الإنسانية طيب أنا قلناها هاي ورها هاي ورها فكرة فالأدب هو خلاص التجارب الإنسانية من خلال أجيال وهو رباط النية سحر ننتقل هنتخلنا في الموضوع وقضية القومية تخيلوا معي لنساعة تخلنا في الموضوع هذا كم رأح كلام فارغ هذاك وقضية القومية العربية قومية العربية هاي شين هي تستمد أقوى حجاجها من واقع الأدب العربي وسلطاني القومية العربية هذه اللي كنا نضرع لها النزعة القومية من اللي نجيبوها نجيبوها من أدب العربي ووحدة الأمة هاي الوحدة اللي درنا عليها في النزعة القومية تتمثل في وحدة هذا الأدب معناها كل ما تكون الأدب متوحد تكون الأمة متوحدة وقضية القومية ليست ميدان سلاح وإنما هي ميدان فكر وعقل تشتول هنا أفكار كثيرة في هذه الفكرة وشغلنا القومية العربية نينجاية من واقع الأدب العربي هذه الفكرة الأولى وحدة الأمة تتمثل في وحدة هذا الأدب قضية القومية ليست ميدان سلاح وإنما ميدان فكر وعقل والأيديب في ميدان الفكر كالقائد بين يدي المعركة كان أربع الأفكار يجمع ركز معها فكرة الأولى هننديرها بلا صفر قضية القومية العربية تستمد أقوى حججها القومية العربية منين جايب الحجج تاحا تقول لي أستاذ من الأدب هذه الفكرة القموح فكرة الأولى هننديرها بلون آخر ووحدة الأمة العربية وحدة الأمة تتمثل في وحدة الأدب معنى الأدب قعد متوحدة تتوحد الأمة صح الفكرة الثالثة قضية القومية ما هيش ميدان سلاح لا لا ميدان فكر وعقل معنى هل العرب بشيت وحده وكذا ليس لازم مسلاح لازم فكرة برك فكرة بشيت وحده الفكرة الرابعة الأديب كالقائد كما معين كما معين هو الأديب قائد في ماء هاي يصي صح الفكرة الأولى صح القومية العربية ونبدأون نحو في الشوائب القومية العربية تستمدون نفسها من تحديد أفكار نص نبدأون نحو من أفكار هذه نبدأون نحو نسمدون نفسها من الأدب صح وحدة القومية هي وحدة الأدب وحدة القومية وحدة الأم العربية وحدة الأم العربية وحدة الأم العربية هي وحدة الأدب صح والقومية والقومية هي ثورة أفكار وليس ثورة سلاح والأديب قائد في هذه المعركة ونحن نوجد أفكار عن نص وبعدها نحاولون نلخصوا منها ونحتقوش ندوا معها. صح. وأول ما يجب أن نحمي منه الأدب والأديب. دكرة حين تقول فكرة دكرة. فكرة الأخيرة. وأول ما يجب أن نحمي منه الأديب والأدب. حاجة اللي لازم نحمي منه الأديب والأدب هو تلك العواصف التي تطفئ جدوته وتمسخ نوره ورونقه. معنا الحاجة اللي لازم نحمه منه الأديب نصفوه هو المشاكل اللي عيشها وتمسه بالعوز والكدية يوصع لك. معنا ما نخلوش احنا يتمس بالعوز العوز هو الفقر وصع لك يعني ما لازمش يحتاج الأديب لازم يكون شبعان باش ما يعودش لاهب مشاكل تعه يعود لاهب مشاكل أمة لأن الأديب إذا ملقاشه شي يأكل إذا ملقاش من ين يعيش يولي لاهب روح ولاهب مشاكل تعه لاهي يخدم يروح يجيب الخبز وبالتالي هنا يروح الأدب ولكن لو كان نحنا نتهى الله فيه وما نخلوه شي ضع شر وشي يولي وهي الهبينة وأول ما يجب أن نحمي الأديب منه هو آآ تلك العواصف فلا بد أن نبضل الأديب نفس الفكرة صحة هنا الفكرة الخامسة يجب أن نحمي الأديب أدب والأديب من الفقري والمشاكل الاجتماعية طريبا الآن هذه الفكرة التاعي هذا هو النص التاعي الآن مش راح ندير راح نبدأ ننخص الله يبرك أديب الحق هو الأديب السادق المشاعر شوف معايا نحن نبدأ بهذه هاي ظهرها في المربع أديب الحق هو الأديب السادق المشاعر ولغة الأدب تترجمه عواطف الشعوب والأديب لا يعرف الحدود خب هيا ننخصها هنا أول حاجة بك على بالك باللي لازم تخلي الفراغ طريبي الأديب نقلبه بالأسود أفضل الأديب والحق الأديب الحق نغيره الخط أفضل معجبني شغل الخط سمحوني حسوا لازك في بعضه والأديب الحق هو السادق المشاعر شوف تمنا لولا الذي لا يعرف الحدود تخيب سادق المشاعر الذي لا يعرف الحدود طريب كرابط 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 تلك الأفكار عن طريق روابط لغوية الله يبارك لا يعرفوا الحدود فلغة الأدب تترجم عواطف الشعب طريق فاصل نزدنا الفانة فاصل نواصل الآن الأديب يسعد الناس بأدبه الناس لا يبالون بنوعية الأدب مدام يحركوا مشاعرهم صح وكاننا نعاودوا كلمة الأديب من نعاودوهش لأننا قلناها من نعاودوهش تترجم وهو يسعد الناس بأدبه وهم شكونا الناس أنا من نعاودوهش وهم من نعاودوهش علاش لأنه خلاص وهم وش قلنا عليهم لا يبالون بنوعية الأدب مدام يحركوا لا يبالون بنوعيته ماذا الأدب من نعاودوهش كلمة الأدب ما دام يحركوا مشاعرنا خلاص خلاص الفكرة الثانية الله يبرك يلا نحن نسعدوا بالأدب الذي يحركوا مشاعرنا أو يشجوروا صح فنحن فنحن ونزلنا نحب الأدب لأنه ما نديروش نحبه نسعد نعاودوه نسعد أفضل نسعد بالأدب لأنه يصور جزءا من حياة لا 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 جزءا من حياتنا وهو وشيني الأدب عصارته لا لا مش وهو فهو عصارته الحياة الإنسانية فاصل ننتقل والقومية العربية تستمد نفسها من الأدب ووحدة الأدب والقومية هي ثورة أفكار والقومية العربية تستمد نفسها فهي ثورة أفكار والقومية العربية تستمد نفسها من الأدب فهي ثورة أفكار والأديب قائد فيها في هذه الثورة ووحدة الأمة مرهونة بوحدة الأدب فلذا هننتقلت للفكرة الأخيرة فلذا هننتقل ماذا كفتنا نبطها؟ معنى مدام الأديب ره قائد مدام الأديب ره قائد لازم نحموه فلذا يجب حماية الأديب والأدب من المشاكل من المشاكل الاجتماعية هنا تلخيص النص طويل نوعا ما طويل صح ولا لا لأن تلخيص نصر موش كما تلخيص الشعب الأديب الحق هو السادق المشاعر الذي لا يعرف الحدود فلغة الأدب تترجم عواطف الشعوب وهو يسعد الناس بأدبه وهم لا يبالون وهم لا يبالون بنوعيته مادام يحرك مشاعرهم فنحن نسعد بالأدب لأنه يصور جزءا من حياتنا فهو عصارة الحياة الإنسانية والراني والقومية العربية تستمد نفسها من الأدب هنا ما نديروش نقطة هنا نديرو نقطة ما نديروش فاصلية لأنها فكرة جديدة فهي ثورة أفكار والأديب قائد فيها ووحدة الأمة مرهونة بوحدة الأدب فلذا يجب حماية الأديب والأدب من المشاكل الاجتماعية نقطة هنا راح تتحصل على العلامة الكاملة لأنك أنا قلت لكم لازم كل فقرة تخرج منها أفكارها كاملة الأفكار كاملة ومبعد تبدأ تتخير في تلك الأفكار وتربط فيها أفكار أساسي نحو الشروحات نحو التمثيل نحو ذيك الأمور نحو كل ما لا تحتاجهم متفاهمين نحو كل ما لا تحتاجهم طبعا ننتقل إلى النص الثاني أعتقد أن النص آخر ينتظرون باكالوريا فيون 18 ما حال في فقرة واحد اثنين ثلاثة معنا نحتاج ثلاث فقرات فقط معنا هذا حين نحوهم صح إذن يلا أما الجزائر فهي وطن الخاص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي والحاضر لا تنسوا شذرات العلميين والمستقبل بوجه خاص وتفرض علي تلك الروابط لأجله كجزء منهم فروضا خاصة مستمدة منهم مباشرة فأرى من الواجب أن تكون خدماتي أول ما تتصل بشيء تتصل به مباشرة وكما أنني كلما أردت أن أعمل عملا وجدتني في حاجة إليه إلى رجاله وإلى ماله وإلى كذا وإلى كذا ما يهمناش صح الجزائر وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي وأنا أشعر بكل مقاوماتي مستمدة منهم شوف معي ندرك المربع الجزائر وطني الخاص تربطني روابط من الماضي الفكرة الأولى فكرة الثانية أشعروا لازم تنح هذه الإضافات والحاضر ومستقبل وجه خاص تفرضوا عليه كجزئين منهم أقول لكم تنح الجزائر وطني الخاص أشعروا بأنني مستمد منهم مباشرة فأرى من الواجب أن تكون خدماتي خادمة لهم صح هاي مع بعض نتعاون في هذا التلخيص ها الجزائر وطني الخاص هذه الفكرة الأولى ماذا كان يقول وطني خاص الذي تربطني به روابط من الماضي والحاضر هذه الماضي والحاضر من النحوها والحاضر من النحوها لأنني لا أحتاجها أنا أشعر بأن كل مقاوماتي مستمدة منه مباشرة فأرى من الواجب مكلا من الواجب أن تكون خدماتي منتصلة به مباشرة وكما أن كلما أردت عملاً موجود صح يجب أن تكون خدماتي موجهة موجهة إليه مباشرة كما أن الفقرة الأولى أن هذا مجرد توضيح هكذا هذا الاتصال مباشرة أجده بين وطني هذا هو وأحسب أن كل ابن وطني يعني توضيح برا ننتقل إلى الفقرة الثانية نعلم إن نعم إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطاناً أخرى عزيزة علينا هي دائماً منا على بالمعنى هذه ما في بأنك هنا أوطان أخرى ما هي هذه الأوطان ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص نعتقد أنه لا بد أن نكون قد خدمناها ما هي خدمناها هذه وأوصمنا إليها النفع والخير من طريق خدمتنا لوطنها الخاص وأقرب هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدنى والمغرب الأقصى اللذان هما المغرب الأوسط إلا وطن ولغة وعقيدة وآداباً وأخلاقاً ومصلحة التمنى ثم إننا لا نشعر في شيني هذا ولكن الفكرة اللي حاب يوصل لها السيد أننا من خلال خدمتنا لوطننا الخاص نخدم وطننا العربي الكبير نعم نعم إن لوراء هذا الوطن الخاص نعتقد أنه لا بد أن أكون قد خدمناها وأوصلنا إليها النفع من طريق خدمتنا لوطن الخاص وأقرب هذه الأوطان معناها لكن عدو خدمنا الوطن الخاص خدمنا الوطن العربي نقدر نعبر عليها ولن نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة لشيء من هذا كله إلا إذا خدمنا الجزائر وما مثلونا معناك نخدم الجزائر ما مثلونا في وطننا الخاص يعني تخيلوا معي ما مثلونا خلاص ما مثلونا قلتكم المثال ما ديروش هكا متكساش راسك نحبسه هنا لأن هذا ممثال وبتالي هذه الفكرة تقول لك إذا خدمنا وطننا الخاص لنا خدمنا الوطن العربي وإذا خدمنا وطننا الخاص لهو الجزائر فإننا نخدم بشكل مباشر الوطن العربي خلاص هذه الفكرة اللي حوس عليه هو فقرة الثالثة فنحن إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حساب غيرها ولا لإضرر بسوىها معاذ الله ولكن لننفعها وننفع ما اتصلا بها من الوطن نحن نخدم الجزائر لاحظه هنا ونخدم ونخدم ولا حرفها للأسف ما عنديش حرف بالعربية ونخدم من خلالها الوطن العربي تلاحظوا بأن هذه الفكرة قريبة جدا من هذه الفكرة مع نفسية سوف نرى لاحظتوا فرق بين نصع الأدبي والعلمي ونصع الأدبي في أفكار بزاف يبانى النص صغير ولكن أفكار كثيرة جدا ونصع علمي في أفكار قليلة جدا تلاحظوا بين النص يبان كبير فكرة كمبلي كما هذه ما فيها والو فيها نخدم كذا نخدم وطننا الجزائر فإننا نخدم الوطن العربي وبالتالي فهي مجرد كلام فقط صح هاي التلخيص الآن تلخيص كنتم بلكم خلوا مربعين نتعاون مع بعضنا كيفاش نخصم دائما نرجح للخط الجميل الجزائر الوطني الخاص الذي تربطوني بها روابط من الماضي والخاضر الجزائر سمحوني نبدل له المسود الجزائر وطني الخاص الذي ارتبط به ويجب أن تكون خدماتي موجهة ويجب أن تكون جميع خدماتي خدماتي موجهة إليه مباشرة مباشرة وإذا خدمنا وطننا الخاص وتغير الضميرة نحن فنحن 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 ونحن نخدم الجزائر نشوف فكرة الأخيرة لأنني أعتقد أنها مجرد تكرار فنحن إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حسابي غيريها وللإضرار بسواها معنا الله ونحن لا نخدم وطننا بحسابي غيريه نحن نخدم وطننا نجد نشوف فكرة ذهبت لي شوي فنحن إذا كنا نخدم الجزائر فلسنا نخدمها على حسابي خيريها ولكن لي ننفعها نعم فنحن نخدم وطننا لننفعه وننفع غيرهم انتهى شوفوا الروابط اللي درناها نحن ونحن هذو ما الروابط كان روابط أخرى تلاحظوا هنا بلي تلخيص هذي طريقتي في تلخيص هنا أني نحدد الأفكار موجودة في فقرات ثم نبدأ نربط في هذيك الأفكار بشوية 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 وبعد نبدأ نتخلص أي نعود ونقرأه أديب الحق هو الأديب السادق والمشاعر الذي لا يعرف الحدود خلاصة دقرينا نروحوا لهذا هي وطن الخاص الذي أرتبط به ويجب أن تكون جميع خدمات موجهة إليه مباشرة فنحن إذا خدمنا وطننا نحو فنحن إذا خدمناه خدمناها فإننا بذلك نخدم الوطن العربية كله ونحن لا نخدم وطننا لننفعه شوف هاني در تكارث ونحن لا نخدم وطننا لننفعه هاني در إلا لننفعه وننفع غيرهم إذا نعتقد أننا القراءة هذه الأخيرة التلخيص مهمة جدا مهم جدا أنك تقرأ التلخيص مهم مهمة في أشهدنا لازم تعود تقرأ التلخيص تعود وتعود تعود حتى نتوصل للحوصلة النهائية أتمنى أنني قد وفقت في هذا الفيديو الحيصة الجاية سنزيد وزوج سجية أخرين زوج 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 حتى نكمل البكالورية كاملة أتمنى لكم توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته